أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية انتهى تحقيق بيرات حيث الكل يقول أنه ممكن أنه سيغادر أيضا الأمانة ويستمر تساقط الأوراق في سلسلة الأمانة لا يوجد العديد من الممثلين الرئيسيين في الموسم الثالث بينما كنا ننتظر بفضول أن خليل إبراهيم جيهان أكيد في يوم من الأيام سيرحل من هذه السلسلة وصلنا خبر حقيقي عن الممثل الصغير بيرات روزغار أوركان المهم أصدقائي شاهدوا معنا الفيديو حتى النهاية لمعرفة تفاصيل الخبر وقبل ذلك لا تنسوا دعمكم للشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق ولايك بعد اتهامات بأن بيرات روزغار أوركان لم يعمل في ظروف مناسبة في سلسلة الأمانة صدمت وسائل الإعلام بأن وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية بدأت تحقيقا كما أدلت والدة الممثل بعد التصريحات في هذا الصدق تلقينا معلومات تفيد بأن الأطباء النفسيين المسؤولين عن التحقيق أنتجوا تقريرا عن عمل بيرات روزغار أوركان في سلسلة الأمانة ويذكر التقرير مساوئ في أداء بيرات في حياته التعليمية وفي سلسلة الأمانة وهكذا طلب من بيرات ترك سلسلة الأمانة بالكامل أو التقليل من مشاهد السلسلة إلى الحد الأدنى كانت مشاهد بيرات روزغار أوركان في المسلسل قد قضعت بالفعل في الأسبوع الأخيرة لن ترغب شركة الإنتاج كراميل في أن يترك بيرات روزغار أوركان المسلسل بالكامل لذلك اضطروا إلى تقليص مشاهده يمكننا أن نؤكد على أن المسلسل سينتهي في هذا الموسم نأمل أن لا نرى فريق سلسلة الأمانة الذي سيدهب في إجازة في مارس بعد انتهاء جلسة التصوير مرة أخرى بصراحة السلسلة فقدت كل معانيها منذ أن غادرت سيلة تورك أغلو الكل ودع السلسلة برحيلها يا له منعار ضمرت هذه الكاتبة قصة جميلة والآن هذه هي نهاية السلسلة ونأمل أن بيرات يأخذ قرار ويخرجه أيضا من السلسلة ولا يقلص المشاهد لأنه عانى كثيرا بعد رحيل سيلة يجب أن يخرج لكي لا يفقد مرحلته الطفولية وأن يكون قادرا على الاستمتاع وأن لا يكون مشروط بقواعد نظمية الصارمة إن الشيء الذي يتير فضولي هو لماذا خليل إبراهيم جهل لم يترك هذا المسلسل الذي لا يحضر بأي جمهور ولا أعرف لماذا لا يزال يستمر في تصوير كل المشاهد في السلسلة هناك شيء ما يمسكه تحولت هذه السلسلة إلى فوضى وتحولت إلى كوميديا الكل يتحدث عن هذه السلسلة الفاشلة ولا ننسى أيضا أن خليل إبراهيم جهان قام بنشر صوره مع نانا وتلقى على حسابه الخاص الأنستجرام وأعادت نشر الصورة أيضا نانا وعلقت قائلة الوسمين معه كما أعجب خليل إبراهيم جهان بأحد الأغاني وأعاد نشرها على صفحته الأنستجرام وكلمات الأغاني كانت معبرة وحزينة حيث تقول كلمات الأغنية قلبك جيد وعامق وصامت الحب والألم مثل قلبك مستلقي على الورق ما هي الكلمة التي تناسب الكثير من الأحلام للحظة وكأن عفوا الأوان قد فات والطيور ترفرف أجنحتها وتتشتت الرياح وتذهب ويتدفق النهر بسرعة هل تعتقد أن يوم سيأتي ويوم سيمضي؟ تلك الأسئلة الأبدية بداخلك من رأى ومن نقل أخبار الشاطئ المظلم إلى الجانب الآخر وعندما نشرها خليل إبراهيم جهان على صفحته الأنستجرام الكل أصبح يعلق بشدة حيث يقول البعض أن هذه الأغنية هي نفسها كانت قد نشرتها سيلا تورك أغلو من قبل على حسابها الخاص الأنستجرام والبعض الآخر يضحك كثيرا لأن الأغنية عبارة عن حب وشوق وهي عبارة أيضا عن رسالة كأنه يوجهها لسيلا تورك أغلو والبعض يقول أنهم يستحقون بعضهم البعض والبعض الآخر أيضا قال كلام حزين جدا على الشوق الظالم وكل شخص كيف حلل هذه الأغنية المهم أصدقائي ومتتبعين الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو وإلى اللقاء وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد مع السلامة شكرا